طيب ايه هي اشكال خرق الصمت الانتخابي وما هي عقبته؟ يمكن في الحقيقة طبعا نحن نتحدث عن بوضوح الخرق الصمت الانتخابي اذا قامت ايا من حملات المرشحين الخاصة بالانتخابات او المرشحين للانتخابات الرئاسية بعمل ايا من الاعلانات التلفزيونية ظهور في برامج او احاديث تلفزيونية او صحفية او حتى فيما يتعلق بالترويج في مؤتمرات شعبية وجمهرية وبالتالي على الجميع ان يلتزم الصمت الانتخابي حتى نستطيع زي ما كنا بنقول في بداية هذا اللقاء نتيح للناخب فرصة ان يعني يشحز الهمم وان يستعد دون تأثير للدعاية الانتخابية لان هناك ايضا قدرات متفاوتة للمترشحين في فكرة الدعاية هو المرشح او المشرع هنا حكمته ايه؟ ان يشيل الضغط الاعلامي من على الناخب لان طبعا هناك ممكن يكون مرشح لديه قدرات على الفكرة ده مش في الانتخابات الاغاسية فقط يعني حتى في الانتخابات البرلمانية مثلا من الممكن ان يكون مرشح لديه قدرات اعلامية قوية واستطيع على الحجد ومرشح اخر يعني خدراته اقل شوية وبالتالي الصمت الانتخابي هنا هي من نوع من انواع العدالة ما بين المرشحين في فترة يستطيع فيها المرشح او الناخب الزهاب اللي صندوق الانتخاب وهو متحرر من هذه الدعاية الاعلاميات اشتركوا في القناة